أكدت السلطات الصحية في غزة أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أربع مجازر جديدة ضد العائلات في قطع غزة أصفرت عن استشهاد 58 فلسطينيا وإصابة 179 آخرين خلال 24 ساعة الماضية وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم هذا وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 38 ألف أحد عشر شهيدا وأصابة 87 ألف واربعمائة وخمسة وأربعين مصابا